السلام عليكم على أحلى متابعين وصفتنا النهاردة وصفة لذيذة جداً وكمان سهل قوي 10 دقايق هتكوني مجاهزاها لولادك هي حلوة بارفي الهندية أو حلوة اللبن البودر هتقدم لهم حلويات مفيدة ومغزية وهنبعدهم شوية عن الحلويات الضارة هتديهم طاقة في المدرسة وهتبقى أساسية في اللونش بوكس لو كنتي أول مرة بتشوفيني أنا شايماء محمد واشتركي في قناتي على اليوتيوب وصفات ويوميات أم ريانا كمان لايك وشير للفيديو على الفيسبوك تعالي بقى شوفي شكلها جميلة إزاي تقداري تقدميها بشكل كده قطع صغيرة أو قطع كبيرة كمان هقولك على أشكال مختلفة ليتزينها بجد من أجمل الحلويات اللي تقداري تقدميها لأولادك واسقة إنك هتجربيها إن شاء الله وهتعجبهم جداً يلا نخش نشوف مقادير حلوة اللبن أول حاجة معايا هنا كبايتين من اللبن البودر تقداري تستخدمي أي نوع لبن بودر عندك معايا كباية إلا ربع من الماء الفاتر العادي كباية إلا ربع من السكر الأبيض النعم معايا تلات معالق كبار من السمنة أو الزبدة معايا فانيليا سائلة أو فانيليا بودر أنا هنا عايرت كل المقادير بنفس الكباية اللي قدامكو دي هي نفس الكباية اللي عايرت بيها الميا والسكر واللبن البودر طاصة بقى أو حلة ما بتلزقشي وهتبتدي تحطي السكر والميا أو الحاجة وأنا قلتلك طاصة ما بتلزقشي لأن الحلويات دي بتلزق جدا في تسويتها هبتدي دلوقتي أرفع السكر والميا على البوتجاز وهسيبهم يغلوا دقيقة واحدة زي من شايفة كده خدوا غلوة واحدة معايا هبتدي دلوقتي أجهز بيه السمنة أو الزبدة معايا تلات معالق كبار من السمنة هنزل بيهم طبعا اختاري نوع سمنة بلدي عشان طبعا يدي طعم ومزاق أحلى كمان ترفعي القيمة الغذائية للحلويات هبتدي أحط الفانيليا السائلة بتبقى طعمها حلوة قوي في الوصفة دي كمان في الوصفة الأصلية بيستخدموا حبهان بودر أو حتى عيدان من القرفة بس أنا الصراحة ولادي بيفضلوا طعم الفانيليا أكتر تقدري تدي في الحبهان لو انت بتحبيه في الحلويات هبتدي دلوقتي أنزل باللبن البودر على دفعات هنزل كده بأول كباية لبن بودر وهبتدي أقلب الحلويات يا جماعة محتاجة تقليب بشكل مستمر ما ينفعش تسيبيها وتعملي أي حاجة تانية لازم تفضلي تقلبي كمان اللبن البودر سهل إن هو يتحرق منك بسهولة لازم تفضلي تقلبي والمعلقة اللي هتقلبي بيها لازم تكون قوية معاك تمام أنا طبعا حطى الخليط على نار وسط بوطي النار شوية وخليها وسط شوية هبتدي دلوقتي أنزل بالكباية التانية من اللبن البودر لازم المعلقة تكون قوية العجينة دي عاملة زي عجينة الشو كده بتحتاج بس شوية تقليب وبعدين بتلم معاك أنا هنا صرعت المقطع عشان حباك تشوفي كل مرحلة من تسوية اللبن بصي شايف المرحلة دي هو سائل معايا وتحسيه كده بيفرفط في الطاصة لكن بعد كده هيتلم معايا أول ما يتلم معايا ويتحول لقطعة واحدة أو عجينة واحدة كده زي عجينة الشو كده اللبن عندي يستوى وبقى جاهز للتقديم بصي طريقة التقليب مهمة جدا لازم تجيبي من كل ناحية عشان طبعا ما يتلسعش منك تمام هبدأ أقلب كده زي ما انت شايفة كده تحسيها الأول مش مش مجمع معاكي أي حاجة لكن هوريكي للمرحلة اللي هي استود فيها بقت عاملة ازاي معلقة لازم تكون قوية طبعا هبتدي أقلب هي خدت معايا حوالي سبع أو تمن دقايق تقليب مستمر كده على النار الهادية لغاية ما وصلت ليه الخوام اللي قلتلك عليه بصي بقى كده أحلى حلويات ممكن تقدميها بجد مغزية جدا جدا ليه أولادك بصي كده بتدي تتكون معايا زي ما انت شايفة كل ما قلبها كل ما بقت ايه زي العجينة كده تمام ما تقطريش عليها السوى أول ما تتلم معاكي ارفعيها على طول من على النار وطبعا أنا هرفعها من على النار على الصينية اللي هفريدها فيها على طول لأن طبعا الحلويات دي ممكن تنشف منك بمنتهى السهولة لازم تفرديها على طول بعد ما تسويها بالشكل ده في الصينية عندي كده أنا مجهزة صينية استخدامي بقى قالب استخدامي صينية شكل مربع مدور مستطيل اللي انت عايزاه هبتدي أدي للصينية دهنة زيت عشان طبعا الحلويات ما تلزقش فيها تقدري بقى تبطني بورق زبدة بستريتش بأي حاجة كمان معايا هنا شوية لوز مبشور دي في بقى نوع المكسرات اللي بيعجب أولادك بندق آآ فوزدق أي حاجة أي مكسرات طبعا هترفع القيمة الغذائية للوصفة كمان الأولاد بيحبوا جدا الجلي فأنا حبيت أضيف لهم الجلي الملون ده أي فروط مسكر أي جلي عندك حطيه تمام معايا بقى جلي كده فراولة معايا جلي منجة معايا جلي كولا استخدمي بقى المتاح عندك في البيت حتى لو عندك جوز هند زبيب تقدري تستخدمي مثلا بشر شوكولاتة لأفكار كتير وتقدري تزيني بالطريقة وبالشكل اللي بيعجب أولادك تمام طبعا الكنت دي متوفرة دلوقتي في أي محل مستلزمات الحلويات وأكيد لو دتي ابنك قطعة حلويات زي دي في اللونش بوكس يأكلها بعد السندة وتشات هتبقى قفية بكتير من أي حلويات ضرة هيشتريها أنت حطها بإيدك وعرفة الوصفة فيها إيه عرفة أنها مغزية طبعا جدا وهتديهم طاقة طبعا هياخد البروتين هياخد الفيتامينز من المكسرات حتى لو قدمتيها مع الزبيب بس الزبيب برضو بيقوي الزاكرة وفوايده حلوة جدا كمان لو حتى بدون أي تزين خالص هي مفيدة بحد ذاتها طبعا استخدام الجالي دي كلها أفكار عشان تجذب الأولاد أنه هما يكلوا الحلويات الجميلة دي خلاص كده تمام كل اللي أنا هعمله طبعا بعد التقطيع أن أنا هجيب الحلويات مباشرة على الصينية طبعا الصينية دي لازم تكوني مجاهزاها قبل ما تعملي الحلويات عشان طبعا الحلويات عندك ما تنشفش خلاص كده تمام أنا قطرت بس في الجالي شوية لأن أولادي بيعشقوا حاجة اسمها الجالي ده وطبعا أكيد كل أولادكو نفس النظام هبتدي دلوقتي بقى أجيب الحلويات معايا وزي ما أنا شايفة هي سخنة جدا فأنا قسمتها كده على قزا قطع عشان أعرف أفردها بسهولة عايزة بقى تفرديها على صينية أوسع صينية أديق شو في حسب السمك اللي أنت عايزاه زي ما بقولك ضروري تتفرد على طول عشان ما تجمتش معاكي هي بتتشكل في نفس آآ القالب اللي هتحطيه فيه بسهولة هبتدي كده بالمعلقة أفردها وهتتفرد معايا بسهولة هجيب كيس كده وابتدي أضغط طبعا لأن هي سخنة جدا مش عارفة أسبتها كويس خلاص كده تمام طبعا عشان اللي المكسرات تلزق من تحت كويس لازم تضغطي عليها بالشكل ده هسيبها بقى تبرد خالص خالص بعدين حابة تدخليها التلاجة عشان طبعا هي لو دخلت التلاجة هتتقطع معاكي بمنتهى السهولة أنا أنا خلاص خرقتها من التلاجة وقلبت الصينية طبعا نزلت معاكي بمنتهى السهولة لأن أنا دهنها زيت وكمان قطعتها بعد ما خرجت من التلاجة حابة بقى تقطعيها قطع كبيرة أو صغيرة حسب رغبتك بس السكينة اللي هتقطعي بيها حاولي تحطيها في مية سخنة وبعدين تنشفيها وتبدأي التقطيع لأن هي بتلزق شوية وانت بتقطعيها بصي بقى بجد من ألز وأجمل الحلويات السهلة والسريعة اللي تقدر يتنفزيها أتمنى في نهاية الفيديو الوصفة تكون نالت إعجابك ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرز العلامة الكل ولايك وشير للفيديو عشان يوصلك كل جديد اشتركوا في القناة